بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء أحسن حاجة بتكون يوم السبت إن احنا بنتكلم عن أصحاب السعادة أصحاب السعادة وهم المقبلين على الزواج وكمان المقبلين على تجديد الحياة الزوجية وإحنا زي ما انتوا عارفين احنا ماشيين في رحلة اسمها رحلة التمهير الزواجي إن احنا بنحاول بقدر الإمكان نقدم معنى جديد وهو معنى المهارات الزواجية بنقدم حزمة كبيرة جدا جدا من المهارات الزواجية عشان نساعد المقبلين على الزواج ونساعد كمان المقبلين على تجديد الزواج إن هم يكونوا لديم المكنة اللي ممكن يخلوا يفتحوا أبواب السعادة الزوجية بمفاتيح كتيرة ومتعددة احنا نتكلم نهاردة عن مهارة مهمة جدا 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 المهارة دي لما بيفتقدها الأزواج أنا دايما بحبش كلمة عن الافتقدها لكن المهارة دي لما بيفتلكها الأزواج بيفتحوا أبواب كتيرة من أبواب السعادة ويبقوا حاسين إن هم من أول يوم جاهزين للنضوط ومن أول يوم جاهزين للترقي يعني هم جاهزين إن هم يبقوا في حالة أفضل طول ما هم ماشيين في حياتهم الزوجية فالنهاردة المهارة دي مهمة جدا إن احنا نتقنها في بداية الزواج بالذات إن احنا في بداية الزواج لازم نتقنها لأن بعض الأمور في بداية الزواج لو تحددت ياه بتخلي الزواج ده في غاية الراحة وبتجلب التفاهم ومن أهم أبواب تحقيق قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة المهارة دي هنتكلم النهاردة عن مهارة اسمها تعالى نتفق يعني ايه تعالى نتفق؟ يعني دي مهارة تحديد المعايير الزواجية يعني ايه تحديد المعايير الزواجية؟ بنقصد أن احنا نتفق على جملة من الأشياء اللي تمثل مرجع لينا اللي احنا عن نرجع لها وعن ندير بيها حياتنا وعلاقتنا كأزواج وعتنظم بيتنا وبيها نتجنب الخلاف أنه يطول أو نسيء التعامل معاه ايه ده؟ يعني وكأن مسألة تحديد المعايير الزواجية أن احنا عن حدد جملة من المعاني وجملة من الإجراءات وجملة من الضغابط اللي هتخلينا نمشي بسرعة في الجواز ونتحرك من غير ما نتكعبل وفي نفس الوقت نبقى مطبعين على بعض وفي نفس الوقت نبقى مفاهمين بعض وعشان كده من قديم الأزل فهم الناس أن الجواز حياة جديدة تختلف عن الحياة مع الأهل فمثلا ده اللي أنا بقوله ده مش عشان كلام نقوله ككلام خطابي أنا أقولي الكلام اللي أنا أقوله ده عشان ده كلام واحدة فهمة القصة فهمة يعني إيه معايير زواجية فهمة يعني إيه أن الناس جايين من بيت إلى بيت آخر مشكلتنا في الحقيقة بتبقى في أول الجوازة هو الاختلاف على المعايير أنا المعايير هي اللي أنا تربيت عليه في بيتنا والمعايير اللي أنت تربيت عليه في بيتكم فجدت وصيحة امرأة فصيحة من فصيحات العرب وهي أمامة بنت الحارس الشايباني قالت لبنتها أم إياس لما زفت إلى عمر بن حجر أمير كندة فقالت لها نسمع برواء كده بتقول لها إيه أي بنية إنك فارقت الجو الذي منه خرجتي وخلفت العشة الذي فيه درجتي إلى وكر لم تعرفيه وكر يعني بيت وعش ما تعرفهوش وقرين لم تألفيه اللي هو جوزة يعني فاحفظي له خصالا عشرة يعني إيه اعرفي عن جوزك عشر خصال يقول لك زخرة يبقى سند وظهر ليك إذا عرفت الحياة دي أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة يعني إيه اللي حاصل؟ خليك هادية ولما يقول إسمعي وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينيه وأنفه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح إيه طبعا الرجالة وهو قاعدين يسمعه يا سلام وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه فإن تواتر الجوع ملهبة يعني الجوع لما يجب بعضه كده يولع الرجل يخلي الرجل ما يقدر سيقعد وتنغيص النوم مغضبة لما ينيجي العيال تتنطط كده وإنت تعود ترزعي وتخبطي وتمسك المكنسة وهو نايم يبقى لا على حام ولا على بارد وأما السابع والسامنة فالاحتراس بماله والإرعاء بحشمه وعياله وملاك الأمر في المال حسن التقدير وفي العيال حسن التدبير يعني إيه اللي حاصل؟ في ماله إيه اللي حاصل؟ أدري الحاجات عشان تبقي محافظة على ماله وفي العيال دبري أحوالهم ونظميها ورتبيها وأما التاسعة والعاشرة فلا تحصين له أمر ولا تفشين له سر فإنك إن خالفت أمره أو غرد صدره وإن أفشيت سره لم تأمني غدره ثم إياك والفرحة بين يديه إن كان مهتمة ما يجيش وهو عليه هم الدنيا تعود تتحكي وتهزاري ومعرفش إيه ولا لكني فيه أي حاجة يحس كده أنه هو ما يسويش أي حاجة عندك والحاجة التانية والكآبة ترجمة نانسي قنقر